اشتركوا في القناة المتحدة الامريكية لتباحثي حول تطوير منظومة بوينغ بالمغرب حيث سبق للمغرب وشركة بوينغ الامريكية ان ابرم اتفاقا في سنة 2016 اشرف عليه الملك محمد الثالث من اجل ان تقوم بوينغ بانشاء منظومة صناعية لمجموعتها بالمغرب وحسب احصائيات مكتب الصرف المغربي فقد بلغت صادرات قطاع صناعة الطيران حوالي 5.52 مليار درهمة حتى نهاية ماي 2021 بانخفاض بنسبة 6.6% مقارنة بالفترة نرثية من عام 2020 بسبب تداعية الركود الذي نتج عن جائحة كورونا ومع هذا الركود العالمي لثناعة الطيران ظل المغرب يقوي عروضه للشركات العالمية من اجل الافتتمار في المملكة وتدعيم توجه خلق منظومة متكاملة لثناعة الطيران في المغرب حيث توج هذا التوجه في تأثيث المجموعة الفرنسية لبيستون حضورها في المغرب بافتتاحها فبراير الماضي بالدار البيضاء مصنعا جديدا لها مخصصا لانتاج اجزاء ميكانيكية ذات تقنية عالية لثناعة الطيران ويعد هذا المصنع الجديد البي اف كاذبلونكا الكائن بمنطقة تثريع تنمية الثناعية بمنطقة واثرة المعروف اختثارا بميد بارك اول مصنع مغربي خاص بالمعالجة الالية للاجزاء المهدنية الثلبة الدائرية لمحركات الطائرات ومن شأن الشركة الفرنسية التي تلتحق بالمنظومة الثناعية لمحركات الطائرات المحدثة في طر مخطط تثريع تنمية الثناعية ان يقوي مكانة المغرف تخصصات تكنولوجية ذات قيمة مضافة عالية وينتظر ان يوفر هذا المصنع الذي شيد على مساحة اجمالية تصل الى 6828 متر مربع منها 4078 من المساحة المغطاة بغلاف استثماري بقيمة 55 مليون درهم بالنسبة للمرحلة الاولى ومئة منصب شغل في وفق سنة 2024 فضلا عن كونه سيسمح لمجموعة البي ايف برفع قدرتها الانتاجية وولوج اثواق جديدة من خلال اكتساب ذبناء جدد ولتوفر المؤهلات البشرية القادرة على مواكبة تطور هذا القطع في المغرب تم التوقيع على تسع اتفاقيات تتعلق بتنفيذ مشروع كاب امتياث بهدف جعل الموارد البشرية والكفاءات دعامة اثاثية لجاذبية الاستثمار وتعزيز تنافسية المقاولات وتدف هذه الاتفاقيات التي وقعتها وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الاخضر والرقمي ووزارة التربية الوطنية وتكوين المهنية والتعليم العالي والبحث العلمية ومكتب التكوين المهني وانعاش الشغل من جهة ومجموعة الصناعات المغربية للطيران والفضاء والجمعية المغربية للطناعة وتركيب السيارات والجمعية المغربية للطناعة النسيج والالبثة والفيدرالية المغربية لترحيل الخدمات من جهة اخرى الى تأهيل العروض التكوينية المخصصة لقطاعات السيارات والطيران وترحيل الخدمات والنسيج اعلنت شركة بيونتاكا الالمانية المتخصصة في انتاج اللقاحات عن عزم افتتاح مصنع لمكافحة مرضي الثل والملاريا في القارة الافريقية بالاعتماد على ارباحها التي حصلت عليها من انتاج اللقاح المضاد لفيروس كورونا بشراكة مع شركة فايزر الامريكية وفق ما اورده موقع والثريت جورنل وحسب ذات المصدر فان الشركة الالمانية تسعى ايضا الى الاستفادة من التقنية المستخدمة في انتاج لقاح كورونا والتي تتعلق بنقل الشفراء الجينية من الحمض النووية الى الخلية لتنتج بروتينات والشروع في انتاج لقاحات بامكانها ان تكافح الملاريا والثلة الذان يقتلان حوالي 800 الف شخص في القارة الثمراء وانقل دات المصدر عن الرئيسي التنفيدي لشركة بيونتاكا الالمانية اغور شهينة قوله بشأن مكان انشاء المصنع حيث قال نراجع مواقع تصنيع ونتفاوض مع الشركاء المحتملين في البلدان التي لديها الصناعات لقاحات قائمة مثل جنوب افريقيا السنغال مثر المغرب وتونس وتتبر المملكة المغربية احد الوجهات المفضلة بقوة بالنظر الى توفر على شركات لصناعة اللقاحات قائمة داخل المغرب كما ان المغرب في الاساس يتجه الى صناعة لقاحات مضادة لفيروس كورونا بعد توقيع اتفاقية مع الصين الشعبية خلال الشهر القليل الماضية ويتوقع ان تعلن الشركة الالمانية المذكورة عن البلد الذي ستختاره لانشاء مصنعي الجديد في القارة الافريقية في المستقبل القريب بناء على المفاوضات والفرص والامكانيات التي سيقدمها كل بلد من البلدان الافريقية هذا وتجر الاشارة الى ان شركة بيونتيكا الالمانية كانت من شركة الادوية الاولى في العالم التي بدأت في انتاج لقاحات فيروث كورونا المستجد بشراكة مع شركة فايثر الامريكية وقد حققت الشركتان ارباحا مالية كبيرة جراء بيع جروعات اللقاح لعدد من الدول في العالم وستبر بيونتيكا شركة حديثة الانشاء حيث كانت انطلاقتها في سنة 2008 في مدينة ماينزا الالمانية وهي من انشاء العالمين التركيين الالمانيين اغور شهين واظلم تروتشي وبعد عشر سنوات فقط من نشاطها في مجال الادوية واللقاحات دخلت في شراكة مع فايثر الامريكية في سنة 2018 لتطوير وانتاج الادوية في شراكة ستمتد لعدة سنوات هذا وفي حالة اذا قررت بيونتيكا افتتاح مصنعها في المغرب فان الاخير سيشهد تقدما كبيرا في مجال الثناعة الادوية واللقاحات الى جانب انتاج لقاحات كوفيت 13 بالشراكة مع الصين مما قد يجعل المملكة المغربية احد المراكز المهمة لثناعة الدواء في القارة الافريقية اكد مصدر حكومي مغربي في تصريح خاص لجريدة الصحيفة المغربية ان المغرب سيتواصل مع السلطات الجزائرية لوضع كل امكانياته اللوجيستيكية للمساعدة في اطفاء الحرائق التي اشتحت العديد من المناطق الشمالة وشرق البلاد خصوصا وهمت 14 ولاية بمنطقة تيذي وزو بمنطقة القبائل ووجهت الصحيفة المغربية ثؤالا حول ان تم هذا التواصل او هناك امكانيات تم عرضه على السلطات الجزائرية اكد المصدر الحكومي بشكل غير رسمي بالقول سنتواصل مع السلطات الجزائرية من اجل ذلك وسنضع امكانيات المغرب رهن اشارتهم وتعرف العديد من الولايات الجزائرية حرائق شملت الاف الهكترات من الغابات ووصلت الى البيوت والممتلكات الخاصة حيث توفي سبعة اشخاص بولاية تيذي وزو ووفاة واحدة بولاية الصيفة جراء هذه الحرائق وحسب صحيفة الشروق الجزائرية التي نقلت عن مصادر الوقاية المدنية فان هذه الحرائق تسببت في عدة خسائر في الغطاء النباتية واكد في سبع حالات وفيات منها ستة في ولاية تيذي وزو وشخص بولاية الصيفة واكد المصدر ذاتي انه خلال الفترة من التاسع غشت الى غاية الصباحة اليوم سجلت مصالح الحماية المدنية اندلاع عدة حرائق غابات مقدرة بستة وثلاثين حريق عبر ثمانية عشر ولاية ولاية تيذي وزو تسعة عشر حريق وخنشلة حريقين ولاية تبثة وولاية جيجل أربعة حرائق ولاية المدية ولاية تيارت ولاية الطيف ولاية بجاية أربعة حرائق ولاية البويرة وولاية بورش وعريرج ولاية سكيكدا ولاية بومرداث ولاية غالمة ولاية خنشلة ولاية البليدة الطرف وولاية عنابة واضاف ان اهم هذه الحرائق سجلت على مستوى ولاية تيذي وزو بتسعة عشر حريق عبر بلدية اكبيلة ايجر اي تودارت ايفيغا الاربعاء انثيراثن والثيف بني دوالة اعطافن الولا واضية وبلدية عين الحمامة